هل تعتقد أنه الضغط الاقتصادي بالفعل من الممكن أن يجدي نفعا مع الكتل السياسية ويدفعها إلى التنازل الكل يتهم بعضه بأنه لم يتنازل أو لا يتنازل صحيح صحيح ولكن من هو على حق ليس لأحد لا أن يضع المعايير كما فعل اليوم وزير خارجية جبران بسيل وليس لأحد أن يقول التيار الوطني الحر هو المسؤول أم قوات لبنانية أو الحزب التقدم الاشتراكي أو المستقبل وما شابه هناك وضع ليس كلام أخلاق عزرا للتعبير من أحد هناك وضع ضغط ليس في استطاعة لبنان أن يستمر بدون حكومة هناك استحقاقات إقليمية هناك استحقاقات دولية هناك ما سمي بمؤتمر صادق هناك التزامات على لبنان أن يفي بها ولا يمكن أن يفي بها في ظل حكومة تصريف أعمال هذه كلها يعني مجتمعة تدفع إلى الاعتقاد بأن المسألة لم تعود بعيدة إلا إذا كان هناك من يراهم على متغيرات ما في مكان ما فهذا لم يعد من المكونات السياسية بل أن هذا التصرف يوضع في خانة التأمر وعرقلة تشكيل الحكومة طيب سيد سمير في كل بساطة أنت قلت أو ذكرت عرضا مسألة المعايير والسؤال هنا يعني ما هي المعايير التي من المفترض أن يشكل وفقها رئيس الحكومة كل مرة الحكومة اللبنانية يعني هذه المشكلة بتقابلها أو يقابلها لبنان عند كل تشكيل حكومة بالمناسبة يعني وأنت تذكر ذلك جيدا لأنه سؤالي هنا عن المعايير هل الأحجام النيابية هي التي تحدد حجم التمثيل أم ما هو المعيار هناك بدع نسمع بها في لبنان لقد وكبنا تشكيل حكومات على مر عهود عدة ولم يكن يحصل أن تعلن كتلة نيابية وزرائها قبل أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة لم يسبق أن كانت تفاوض بين الرئيس المكلف والمكونات السياسية على عدد الوزراء ونرسل لك الأسماء لاحقا هذه بدعة أقل ما يقال فيها أنها اعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة وعلى الدستور الذي ينص صراحة على أن تشكيل الحكومة يقوم رئيس الحكومة بإجراء المشاورات الملزمة التي تلي المشاورات الملزمة التي تلي تسمية الرئيس ومن ثم يصار إلى التنسيق مع رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم تشكيل الحكومة ولكن ليس لأحد أن يدع المعايير هناك بدعة الدستور واضح وصريح وبسيط بالأول قبل الطائف كان النظام تخريبا نظام رئاسي في لبنان كان الدستور يقول أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا لأن هناك انتخاب لرئيس الحكومة بشكل أو بآخر عندما يقبل النواب على تسمية الرئيس الذي يصبح الرئيس المكلف وهناك نوع من الطرف غير المبرر على الإطلاق على الإطلاق يعني هناك من يمارس حق الفيتو وهناك من يخد معاركه السياسية والحزبية والفئوية والمناطقية على حساب تشكيل الحكومة في لبنان فيبدو كأن آخر هموم هذا المكون السياسي أوزاق مصلحة المواطن طب ما يعني إذا كانت المعايير هناك دستور هناك دستور لا يطبق بكل بساطة إذا كانت المعايير واضحة ومنصوصة عليها في الدستور فلماذا يتطوع كل فريق سياسي الآن لوضع معايير خاصة به يعني جبران باسيل يقول اليوم بيقول أنه ينبغي حصول كتلة التار الوطن الحر على ستة حقائب في الحكومة وطالب بحصة وزارية مؤلفة من خمسة وزراء للرئيس ميشيل عون واستشهد بنتيجة الانتخابات الأخيرة وأن الحزب القوات اللبنانية يجب أن نحصل على سلاسة وزراء يعني إذا كانت المعايير واضحة فما الذي يلجئ جبران باسيل إلى أنه يضع معايير لسعد الحريري هو رئيس تكتل نيابي رئيس كتلة نيابية وازنة وهو سوبر وزير لكونه صهر رئيس الجمهورية وأقرب الوزراء إليه وأقرب أعضاء حزبه إليه هو جبران باسيل وهذا شيء معروف ولا أكتشف جديدا عندما أقول ذلك سمت لغط يحصل عندما يتحدث الوزير باسيل ليس لنا أن نحمله مسؤولية عرق للتشكيل الحكومة لوحده ولكن عندما يتحدث فإن المراقب لم يعد استطاعته التفريق بين أن يكون الوزير باسيل يتحدث باسمه الشخصي أو باسم رئيس الجمهورية درجة العادة أنا من القائلين بأنه أبدا لا يتحدث باسمه الشخصي أي موقف يتخذه الوزير باسيل إنما يتخذه بالتنصيق وبالتكافل وبالتضامن مع الرئيس ميشيل عون من حقي كرئيس كتلة نيابية وازنة أن يبدي رأيه بالتشكيل الحكومية وأن يقبل وأن يرفض ولكن ليس من حقي ولا من حق أي أحد آخر أن يضع المعايير في مشكلة بين حزباي القوات اللبنانية والتيار الوطن الحر على التمثيل المسيحي ويدفع تمنها تكتلات صغيرة كالكتائب والمرضة والمستقلين من النواب المسيحيين هناك من يريد أن يحتكر التمثيل لوحده في حين أن هناك إجماع على ضرورة اعتماد معيار واحد في التعامل مع الجميع هذه أنه كل خمس وزراء كل خمس نواب يساوون وزير كمان في وجهة نظر تاني بتقول لا كل أربع وزراء يعني هذه جدل لا ينتهي أنت تتحدث هنا سستمير على ما يسمى بالعقدة المسيحية الخلاف المسيحي المسيحي بين القوات والوطن الحر سعد الحريري لا أصطلح على تسميتها إعلاميا حتى العقدة المسيحية بين القوسين لكن ماذا بيوسع سعد الحريري هنا أن يتفاعل أو يتعاطى مع هذه العقدة؟ بالأمس خاطب سعد الحريري الجميع ووضعهم أمام مسؤولياتهم واتهم دون أن يتهم بنظري التيار الوطن الحر في عرقلة تشكيل الحكومة الأيام المقبلة ستثبت من هو من يعرقل ومن لا هو قال بدأ بنفسه الرجل بدأ بنفسه قال أنا مسعد التنازل وأدعو رئيس الجمهورية إلى تقديم تنازل على كل حال ليس لأحد أن يتنازل إنسان عن شيء يملكه لا أحد يملك الوزراء ولا كذا شفنا حكومات تكنوكرات تم تشكيلها في مطلع كل عهد ولم يكن لها حزبي ولا سياسي كانوا من الشخصيات المحترمة التي تحظى بثقة واحترام الجميع لأن كلهم كما يقال في الدارج في العمية كلهم فاتحهم على حسابه هذا واقع مؤسف اشتركوا في القناة